طيب اه نتكلف الموضوع بقى سهد جيتاً جيتاً مش شاكم ان انا اكتر من نصف ساعة كتير اولي او بتبقى ساعة اه اللي هو ازاي ان انا عملية archiving compression للملفات اللي عنده في الهنبس وازاي ان انا قامل ان الملفات اللي هي نعمل له archiving compression لها نعمل كهاز وبهاز ثاني over method عن طريق ال comment line خاص بيش راب طيب اه قبل ما نتكلم عن archiving او ازاي نعمل ال archiving compression او ازاي نعمل بمزن، اسبحت بدوقاً بتخبص اللي هو مزن وستنظر التحروط المجهicy المجهicy خصوش راب. الarchive in data هو عبارة عن file. بجمع في كل الملفات بتاعتي عشان. اه وبافل عليها اللي هو بحطها في file واحدة. بانا بجمع كل الملفات بتاعتي. تمام? وده عادةً بيستخدم في البقرة. عادةً بيستخدم في البقرة. بان انا باخد كل الملفات بتاعتي, كل الconfiguration ساعتي كل ال data بتاعتي. بحطها في ملف واحدة عشان انا في العليل. طب ليه? عشان عشان نحفظ على الـ data jack اخذت لها شباب يبقى على الاركايف واعباره عن ملف واحد مجمع لكل ملفات بتاعتي عشان اخذ منها باكة وعشان اسهل عملية التراث في المدارات او علشان اسهل عليها ان لو ملف ضاع مني ولا حاجة اطلبات دعوه وحفظ على البرميشن دي اهم حاجة كمان ده بالنسبة الاركايف ما بيغالش حاجة في المساحة المساحة تمضل تقريبا زي ما عند عشر فايلات ثم هم اخذت لعشر ملفات احطوتهم ففايل واحد سير بزبط كده بتجاب كيلو كيلو ايه برتقان تمام فالبرتقان عندك مساحة كدير قوي برميه الدماء كانت بتاع كل اللي انت عملته ايه حشان تحاوس عليه بتحطيته في كيس واحد او حطيته في كردول او حطيته في حاجة واحدة ايه حشان تبدال مع كل الحاجات اللي يعني كل البرتقانات يعد في ايه في مكان واحد خلاص الكمبريشن ده بتعمل ايه تجا على الكيس الواحد ده بتعصره حولت البرتقانة بعد شاكلار اللي حاجة الطبيعي لحاجة تانية خالص خاص كده نشمة ايه نشمة انت ايه انت ايه ضرعت خالص كده لا لا مش عايز اتنامي مش عايز اتنامي هو انت كنت متنامي لا انا انا ماشي خيب مين ده يبقى الاركايف ده شباب هو ملاب واحد بدمع في كل الملفات بتاعتي علشان اسهل عليه عملية او احافظ على الملفات كفصول البقر الكمبريشن هو البرتقانة معين بيتران على الاركايف ده فايل علشان يقلل المساحة بتاعه خلاص طب الكلام ده بيتمي ازايك بنتو سهل كده في عندي امر جدي اوي اسمه طور طبعا انا او عايز اعمل اركايفينج في عندي امر جديدت عشان اسمه ايه اسمه طور الامر ده اقضر اركايف تي واقضر اقومبريس بي طيب لو عايز استخدم عملية الاركايفينج فانا اقوله كده طور وبعد كده معي او 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 اسم سي و سي ده علشان يكريه هكريه اركايف فايل خلاص؟ بعد كده اولا عايز اشوفه اللي بيحصل فانا بستمتل معاه الو option اللي هو اسمه V. و V ده علشان تجلبه. اشوفه اللي بيحصل بتاني. زي زي روغرس بار كده اللي بيحصل بتاني. انا? وفيه option معي بقى ثابت اسمه ال F. وال F ده علشان اسمه ال name. لأ F سمود. كله سمود. خلاص؟ طيب. ال F ده علشان احدد انا طبعا اشنون ايه? الاركايف هو ملف واحد مجمع للملفات الكتير بتاعتي صح? طب الملفات الكتير بتاعتي موجودة. الملف الواحد ده هو الاسم مش موجود. لازم اكاريته. صح? ولازم اددله اسم. صح كده? اللي بيكاريته حرف السي. واللي بديدله اسم حرف ال F. يبقى ال F بيحط الام? والسي بيكاريت الفايل نفسه. طيب. المفروض الخطر بعد كده بتسمي الفايل بتاعك بيحصله بالاركايف من بتاعك? تمام? بس احنا عندنا سابت للملفات اللي هي الاركاديو اللي يكون اخيرها ده طار. خلاص بيدي اش عال? ولكن انت علشان تكاريت الاركايف فايل يمينة. كل انت تقوله كده طار بعد كده C V F. وبعد كده يتحدد اسم الفايل بتاعك اللي انت عايز يسميه ايا كان بس اخبر ده طار. ليه? ال V علشان اشوف لو بيحصل. خلاص? ال F علشان احط منين ده. اه زي. مسلا انا وضيف خمسين فايل فانا عايز اعرف ايه الفايلات اللي تمت اه او اضافت هو الفايل دوت. خلاص? طيب. بعد كده في الاخر بقى مفروض هنا الفايلز بتاعتك. خلاص? بيعمل الكورمان ده بيروح يكاير بالاسم ده. وياخد كل الملفات دي هتضيفها هنا. حسنا يا شنال? ده سنتاكس هي السنتاكس بتاعه. طيب لو جينا نستخدمه كده في السيستم عندي. ممكن نشوف الراجل ده بيشتغل ازاي? لو انا جيت كده لس ناشي ما عندش يعمل الفات حلو قوي. انا هستخدم من امر اللي اسمه طار. تمام? وقول له يا طار انا عايز اكرييت. وعايز اشوف اللي بيحصل. وعايز ادي لك اسم. طب الاسم بتاعي ايه? هسميه مثلا اا ارقايف. اي اسم براحتك بقى. مثلا ارقايف نيم دوتطار. ايه. الارقايف نيم دوتطار ده اللي هو الفايل ده. هتحط في مين? مثلا انا حط فيه اقول له كده. خلاص? تمام كده شباب? هاوضر له مسلا انتر. الراجل ده شغال مع نفسه بيعمل ايه زي ما انتم شايفين كده بيعمل عاملية ايه الاركايفينج زي ما انتم شايفين كده. خلاص بعد ما خلص. الرجع معي. لو جيت اقول له كده. ls. ده شقل اللي هلاقي فيه عندي ايه? هلاقي فيه عندي فايل اسمه ارقايف نيم دوتطار. على حسب الاسم بتاعك دوت. بيبقى في نفس المكان. ما دوم انت عملت اه. ما دوم انت محددتش قبله حاجة. لكن لو انت عايز تحطه في مكان معين. فانت ممكن مثلا تقول له كده ايه? تقول له مثلا تحت سلاش تست. لو انا فيه عندي تست. كانت لفايل اسمه ايه تي سي مسلا دوتطار. يبقى انا هسمي الاركايف نيم بتاع هسمي ايه? هسمي ايه تي سي دوتطار. بس هيكون بتاحت المكان ده. لو جيت اقول له كده. اهو شغال مع نفسه. تمام? لو جيت اقول له كده. ls.dash.l. مش موجود في نفس المكان. لكن لو جيت اقول له. ls.dash.l. على الراجل اسمه تست. هلاقي فين? جوه الراجل اسمه تست. خلص كده يا شباب? طيب. جميل جدا. يبقى على حسب يا شمس اللي هو المصار اللي انت بتختار. يما تقول له مصار معين بالشكل دوت. يما تقول له بالشكل ده كده فهيروح يكريوته في نفس المكان اللي انت واقف فيه. برافو عليك يا خالد. بتعجبني انت خالد قوي. عندك افكار جميلة قوي. نفس نفس الكون ست في الكومي. يعني مثلا. لو كنت في الاول يبقى معنا كده افكار من المكان. لا 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 لا. اه هنا بس لا لا لا. اه بس كده لو جيت عملت كده انا فاهم قصدك. لو جيت وتقول له كده مسلا بعد كده وهم. صح كده? بعد كده مسلا بوت. اين هيحصل? قال لك هياخد الفايل ده. والفايل ده. والفايل ده يضيفهم هو الراجل ده. يعني ده بتاعه. ودي كلها الصورصات. نفس نفس نسام الكوبة اهو بالظبط. طيام كده يا شباب. طيام جدا ت蛙 ده انا عايز عملية بصيب. طبعا بصو كده لو أنا بصيت. على المساحة بتاعت لو جيت اقول له كده. د د اعودوت Senator. مساحة. ده اش اس اتش من الفايل اللي هو اسمه اتسي الفايل الاساسي. ولو جيت اقول له دي وشوف لي المساحة بتاعت الملف اللي اسمه ارقايف نيم دوتار. هلاقي اني تقريبا للمساحة كبيرة كده. للرقل ده مساحته كبيرة. لا لا لا. المفروض مساحة. هتقريبا عشان هتعمل مرة اين? عشان هضفت في حاجات كتير. لا 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 لا. لس انا عارف ان اعارف الفكرة في ايه? يا مساحة فلتين ميجي. تمام? لو انا عايز اجيب مساحة ملف الفايل واحد. لس داش الاتش. كده. لس داش الاتش والفايل نفسه. تمام? بيجيب لي المساحة. لو عايز اجيب مساحة دي و داش اس اتش والديريكتري نفسه. خلاص كده يا شباب? وهنصبر بس خمس دقائر. ولما اجيب له كده دي و داش اس اتش الاركايف نيم هلاقي ملف المساحة رجعت تاني لأصلها اللي هي تلاتين ميجا. هو ليه? هو الراجل ده كل الفكرة بتاعته انه بياخده على ما يقضي الالجوريثم نفسه. تمام? ليه? لانه اخد الملفات وبيجمعها بطريقة معينة. فالالجوريثم ليسه شغال في الاركايف. خلاص? عشان يزبط المساحة. بعد خمس زيب الزبطة اتلاقي المساحة دي رجعت لأصلها تاني. يعني اتزبطت لوحدها. خلاص بياتي ايه? نفس المساحة اللي هي تلاتين ميجا دي. لكن مبدايا دلوقتي هنستبدل من عمر اللي اسمه. لس داش اتش على نفسه. يجب لي المساحة. رو عايز اجب الاساس نفسه الداريف نفسه اللي انا هختم لي. خلاص? ده كده انا اعمال في ايه? اعمال? اركايف. ايه? اتظهرت ايه? اتظهرت ايه? اتظهرت في ميسان وعدها تلاتين ميجا تلاتين ميجا من عارف. او بجيش مشكلة. خلاص? هي هنزبط بس عليها زي موتلك يعني فهمة زيها بالضبط هو هيزبط لوحده. بيش انت التامل ازاي وانا ماكي الكومن ومتعايز يتنفس فبعمل انت ينبوها على سي. بقى كنترول سي يعني مسلا ايه لو كتبت الكومن الدوة تو ما دخسله كنترول سي ايه كنترول سي بس جده. short نه ماهrukt. حالصلا? طيب ركزوا بقى معي شباب بقى ده الفئيلات اللي عندي ده الفئيلات اللي عندي لو احنا ملاحظين ما احنا ملاحظين ما حصلش مفتل فره الحرفي. يعني ما حصلش مفتل فتر ما. المنف الاساسوم لبقى 13 ميجا المنف التلف فتر.. گنا بش نب PC اي انا تقريبا لا يحطر ، لyardش مبار بيجق. ده يعد امتى? لو انا عندي مساحة مثلا 100 ميجا خليتها لك 50 ميجا. طيب انا كده قللت حجمها للنص. عندي حاجة مثلا 100 ميجا خليتها لك 10 ميجا. قلتها لك 90 في المية يعني وفرت لك 90 في المية من المساحة. ايه? ده ارقائب. يعني ارقائبك هو بأجل جوز من المساحة جوز بسيط. يعني عندي رحمي زي ايه? زي انت عندك مكتب مدين بوتل كتير بدا. تتروح تعملت رف كده او مكتبة بسيطة وحطيت فال كتب. هي ايه المساحة واحدة. بس كل فترة انت تقريبا ايه بعد ما كان الملتب ده محكوز عليه عشر كتب. كديت عملت اا بس مكتبة قد كده. حقا اكتب عشر كتب. يعني انت بس لتلتهم. فعملية الترتيب شلت شلت المهار ده ايه? لان احنا نظر لتنا في ملفات كتيرة جدا. ممكن فيه ملف بسلا يهبس بلوك ونص. ممكن تعمل ازال? ممكن ملف يهبس بلوك. يعني دوف منه يبقى بلوك ودوف منه يبقى بلوك تاني. هو كده حقا اول. مفروض بلوك ونخدس هو حاجز بلوك ايه? خلاص انتهب. تمام? مع ان نص بلوك فقط. مع ان نص بلوك فقط. مع ان نص بلوك فيه حاجة تاني. لكن ده عمل ايه? ده اخد الملفات كلها ونجتبه بس على بلوكس. لو كل الملف بقى بلوك بالضبط لان انا خلصت على كده. ليه؟ لانه في الاساس ملفه واحد. فحاجز بلوك واحد او بلوكين على حسن. والمحطوط جوابه بقى ملفات كتيرة. على حسن بقى هو بيستنت. لكن دي ملفة مثلا هو مساحته اخد بحاجز بلوكين. فخلاص البروكيني انتهب كده. طيب تركزوا معاش بنا. ده كده بالنسبة لمن؟ بالنسبة ليه الاركادي. نيجي بقى لو انا عايز اعمل كومبريس للكلام دوت. هستبدن بارته الامر اللي هو اسمه ايه طول? وهنتول الهوبشن اللي هو سي في. وفي الاخر اف. محطيش يبطي دلوقات الحل. خلاص? دلوقات الكمبريسن احنا قلنا هي فيه الانجوربه معين فهو اللي انت هتستبدنه علشان يضغط الملفات من نعبة ديه. صح? فيه عندي اكتر من الالجوربه. فيه عندي حاجة اسمها الجانزاي. وفيه عندي حاجة اسمها البي زر اي بي تو. وفيه عندي حاجة اسمها الاكس زيت. ده تبارة عن حاجة اسمها اا كومبريشن ميكانيزم. الميكانيزم اللي انت هتستقدمه علشان تكمبريس بي. اقواهم اللي هو الاكس زيت. والاكس زيت بياخد الاوبشن اللي هو حرف الجي كابتا. كمان? والمتواصل بتاعهم اللي هو البي زيت اي بي تو. بياخد الاوبشن اللي هو جي سو. والجمزة ده اللي هو بياخد حرف زيت. بس مش قوي اول. بس هو بيضغط جامل جدا. بس لو احنا قلنا ده انه يضغط بنسبة خمسة وسبعين في المية. ده هيدغط مسلا بتمانين في المية. ده هيدغط مسلا بخمسة وتمانين في المية. تمام? قوي جدا. يعني الاكس زيت ده لو انت عندك حاجة ميت ميجا يحولها لك مسلا الاربعتاشر ميجا. لو انت ده عندك مسلا حاجة ميت ميجا يحولها لك لخمسة وعشرين ميجا بس. ده لو انت عندك ميت ميجا يحولها لك 30 ميجر 30 ميجر كده. وهنشوفه دوقتي حاجة. اه الهوشن بس. طبعا على حسب اي واحدة انت عايز يستخدمها. لا يا محمد. هتحط الهوشن بتاع هنا بس. لو بيتطوله هنا بس ايه. لو بيتطوله كده C V Z. ده معناها بيتطوله ما عايز يستخدم الميكانيزم بتاع الهوشن. لو بيتطوله كده C V G small. او G small. ده معناها انت بتقوله ايه? انا عايز يستخدم P Z I B 2. لو بيتطوله كده G capital. ده معناها بتقوله انا عايز يستخدم X Z. خلاص? خيب. الترتيب هنا يا شباب في الهوشن ده مهم جدا. الترتيب في الهوشن ده مهم جدا. ليه? لان احنا كنا اخدنا قبل كده ان الترتيب في الهوشن ملوش اي قيم. لكن تحديدا في الطار اللي مهم. ليه بقى? بصد. اول ثلاثة بدل فيهم زي ان انت عايز. يعني اقوله كده V C Z او Z C V براحتك. بس تلازم يكون ال F يشباب اخد اخد اوشن. عشان هو بيستنى في الاخر. اه عشان هو بيستنى في الاخر. لو انت كتبت كده يا محمد ما عرفت طوله كده C V F بعد كده Z يعني خليت الهوشن ده بس بدل هنا. حيعتبر المفروض ان احنا اللي بيجي بعد كده مين? النيم. النيم صح? حيعتبر ان النيم بتاعك اسمه مين? زت. اسمه زت. مفهومك كده شباب? اللي برا ال F بيتعرف ان هو. النيم بتاعي. اي نيم. اه بالزبط. فانت. اي فهم انها طريق. مش هالفعل وقت. لا. لا انت اللي بتحدد. اه لقد كده هيعتبره. اه لقد كده هيعتبره. سي في اي اف. ارقايف والزت هيعتبر ان هو اسم الملف. يبقى ده ما كان يسميلي الفلف بالاسم اللي هو زل المحمر ده كده هيسميه في اسمه Z. وعشان كده بتخلي داين من ال اوبشنز تكون قابل ال F. خلاص كده اشهد. طبعا بعد كده بتسمي الملف بتاعك. احنا هون الارقايف اللي هو عبارة عن ايه. اه. هو عبارة عن الملف المضغوط. اقصر الملف الكمبريشن وعبارة عن الملف اللي هو محموله الارقايف. بس بران عليه البرلم معين علشان يقلل الانساحة بتاعه صح. يبقى في الاساس لو احنا ملاحظين. سي بي لو كان يعمل لي كومبريس دوتار بس كده. تمام. نايس لي بقى مين الكمبريشن نفسه بعد كده عموله كده. ايه متحولك دوت والإكسينشن بتاعي. لو انت هتستغل من القرصة هتستغل من اللي هو ايه جي زت. لو انت هتستغل بمبي زت اي بي تو هتستغل من اللي هو ايه بي زت تو. لو انت هتستغل من إكس زت ه Past. خلاص؟ وفي الاخر الفايلز بتاعتك خلاص؟ ده معناه ان انا بقول للراجل بتاعي ان انا لحد هنا ده كده ما بعد كده مين اللي هو الراجل اللي هو تعمله بقى خلاص عنده ايه طبع بس هو خططين مع بعض هو الواحد يعمل الاركايف بعد كده بروح ابلائي الواحد انا بص لما اجيه اقوله كده انا عاقل سيفي لحد وقته ما فاهم كده انه اركايف اما اجيه اقوله كده زد كده فهم انه انه طريقة ال اكس زد فلاص بعد كده اف هتسمي الفايل بتاعك ايه با اقوله كده اه اللي كان زيب. خلاص? طبعا لحدين اقول له كده دكتور. بعد كده ضد جي زت. والكلام ده هتنفسه من من الراجل اسمه. خلاص? حاجة اقول له كده انتر. الراجل هيعمل ايه? خلاص بيضغط الملف بتاعي خالص. بقى الملف الموجود عندي ومساحته كام? تمانية ونصف. خلي بالكم مساحة الفايل الاساسي. مساحة الفايل الاساسي اربعة وتلاتين ميجا. انا حولتلك لتمانية ميجا ونصف. يعني تقريبا بالزبط خمسة وسبعين في المية. يعني انت لو ضربت التمانية ونصف في اربعة. تمام? هتلاقي اطلع لك كام? اربعة وتلاتين ميجا بالزبط. تمام? يعني ضغط كام? يعني ضغطها بنسبة خمسة وسبعين في المية. وفر لخمسة وسبعين في المية من المساحة. او حاجاز لخمسة وعشرين في المية بس. تمام? طب لو جيت استخدمت نفس الكومند كده. بس ده اقول له لأ والله انا عايزة سارد من البي زاد تو. بس لازم اقول له هنا ايه? الوبشن بتاعي اللي هو الجي سمو. تعلم كده يا شباب? بس تاخد وقت. اه يعني اه بس انا اللي هي تاخد اه لحد ما فعلا ابطأ شوية. يعني الدنيا واضحة ان هي مش مش زي سرعة الكمبريشن العادي. لو جيت اقول له كده اللي هي سداش اللي اتش. على ان الفايل بس. بقى سبعة واتنين من عشرة. يعني تقريبا قلل اكتر من خمسة اكتر يعني تقريبا حوالي تمامين في المية. تمام? لو جيت استخدمت الطريقة التالتة بقى. سأله مع المية بقى اكتر من الخمسة. اه هقولك حلن حل ايه. واستخدم هنا الجي سابتل. ممكن بقى اقول له كده ايه? الكلام ده كله اتنين كريت ارزان. اقول له دف. نال. ايه حاجة كريت ارزان مش عايز تيجو قدامه مش عايز اشوفها. هون. انتر. الاوت بتبس الصحة ولا هيتنافس. هقول هدك حلن. بص لو انتم لكنهم لاحظين افضأ شوية دف بصوا ما اخر شو عن الطبيعي بصوا لسه لحد الوقت ما خلص لسه لحد الوقت ما الطبيعي قبل كده كان بيخلص بسرعة ممكن من الكماند ألغي الابشن حيث مشوفش البروت ممكن تمام لو جيت اقول له كده ده الابشن بتاعي الشريف طبعا لو جيت اقول له كده علاء الملفات عندي والراجل الاخير ده بقى مسحته تقريبا 5 ميجر يعني 34 او 35 بقى 5 ميجر يعني 7 اضعاف قال له تقريبا 7 اضعاف او 6 اضعاف فقلل تقريبا لأكتل من 85% حاجة خوية جدا تم كده شباب ده كده بالنسبة لي بالنسبة لي الاركايفينج والكمبريشن في اي مشكلة لحد دلوقتي في اي مشكلة نجي بقى ازاي لو انا عند فايل او اركايفت ازاي ان انا افك الضغط بتاعه خاص كده شباب ازاي ان انا اعمل عملية اكستراكت للراجل ده خصة شباب الاكستراكت بياخد الوبشن اللي هو مكان اللي هو اسمه اكس واكس ده بنحطه مكان السي السي كان بيعمل ايه كم يكريت عشان انا بقى المرادة مشكلة انا هعمل ايه اكستراك يبقى هشيل اي اوبشن سي في الحاجات تلكلها وحط مكانه من سور الاكس يبقى هشيل اي اوبشن سي وحط مكانه من الاكس طيب يعمل جدا لو انت عايز تفك الاركايفد فايل اللي هو دوت اللي هو بالبيزل طبعا بشيل الفايل دوتا مش محتاجه لا ده عشان كنت باخد الفايل ده حطه هنا الاجئة عند الراجط يا تحلق ونا loop انا بتد強د's وايه tapi ان ابتال � Sierra مش محتاج مش محتاج احط إلا ايزا انا عايز مأجند إفكين مكان معاين واوريكو زين نكستراكت في مكان معاين حالا دلوقتي نفك الاول قبل ما فك الراجل دوت بالاوبشن بالشكل دوت الاول Ls-Lh مفيش فايلات عندي الملف نفسه مش موجودة اللي موجود عندي بس الاربع ملفات اللي هما الاركايف دي بس صح كده؟ لما هعمل اكستراكت بالشكل ده يا شباب لما هعمل اكستراكت بالشكل ده ده معناه هو يفك في نفس المكان اللي هو اقف فيه فانا لو هجيت اقول له كده enter والراجل بيكستراكت في نفس المكان اللي انا واقف فيه لو جيت اقول له Ls-Lh زهر عندي خلاص كده شباب لو عايز اعمل اكستراكت بقى بس في مكان تاني تعالا ناخد نعمل اكستراكت المسلا للراجل اللي هو دوتار ده كان الاوبشن بتاعه كان طار-CVF بعد كده كان اسم الاركايف بالشكل ده صح؟ ده بس لو هكاريت لكن هقول له لا ده انا مش هكاريت ده انا اكستراكت صح كده؟ والفايل ده تابع تعمله اكستراكت فيه هقول له كده dash C capital C capital عشان اديلك معاين تاكستراكت فيه والمفروض ما سيمكن نقول له كده تحت test خلاص؟ بس خليني قبل ما ننفذ العمر ده Ls-L اللي الراجل اسمه test test مجوش يعني مفيش جوا حاجة اسمها etc صح كده؟ اللي جوا الفايل ده etc هل يطرف هنا عند etc مفيش صح؟ طيب عن نروح نعمل اكستراكت كده في destination مختلف على فكرة ممكن ننفذ العمر بالشكل ده وممكن ننفذ العمر بالشكل ده كمان ممكن نقول له كده dash c مسافة و directory أو dash dash directory equal والمكان اللي انت هتكستراكت فيه لان انت اصلا لو جيت كده دخلت على المال بتاع الطار هتلاقي ان الـ option ده لو انت عايز تشينج الـ directory بتاع مين بتاع الاكستراكت اما انت تقول له dash c مسافة او dash dash directory equal والـ directory اللي انت هتكستراكت فيه رحتك اللي رايحة كده تمام؟ واخره كده هوت هنشوف باي الشكل ده طيب قدامك ده اما انت تقول له كده خلاص كده يا شباب او بالشكل التاني اللي احنا نقول له dash c مسافة اين هنفذ الراجل ده هنفذ الراجل ده بقى هنفذ الـ هنفذ الراجل ده لا الـ size بتاع الـ directory بس كستاندالون فايل لكن الـ atc لو بيتقول له كده تحت test جوه atc هلا في فايلات كتير جدا كل فايل اللي هو مساحة معينة ما احنا قلنا كل حاجة separated everything is a file لواحده فالـ director هنا او انا متشاف هنا الـ directory الواحده كـ directory ده مسحته هنفذ الراجل ده هنفذ الراجل ده ويبقى D-U-Dash-S-H اللي هو كل اللي جواه للـ director نفسه تحت test الراجل اسمه atc ها في الحلقة دي يجبلك الـ directory بين اللي جواه هم تعمل كده يا شباب طيب جميل جدا ده لو انا عايز اعمل extract شباب في مكان تاني يبقى اما ان انت تستخدم dash directory او dash min dash c برحتك اللي ريحك بس لو استخدمت بالـ dash c capital kerel بـ space خلاص؟ بس تعال نغير بقى بدل ما هو هنا بنخليه تحت الـ root بس لو جيته اللي هو الـ sdash l للـ root هلا من ضمن الـ الـ خلاص كده يا شباب؟ حد عندي اي مشكلة في الـ او الـ بنيجي بقى اخر جروفية خالص ازا ان انا ملافات دي اعملها ما بينها وما بين السيستم يعني السيستم زو بعضها يعني دلوقتي انا عندي سيستم انا عندي جهازين اول بالشكل دوت تمام؟ في فايل هنا عايزة نقله وديه على المشينة ديت او العكس ان انا اطولي ملافات على نفس السيستم من الـ directory الـ directory الـ الامر اللي اسمه cp او الامر اللي اسمه مهم فيه لو همضي مثلا اي عنه او اعمل قد صح؟ لكن لو انت هتنقل ما يعني حاجة من سيستم لسيستم تاني يبقى انت محتاج صنوب محتاج ايه؟ محتاج نتورك صح كده؟ صح اللي ايه؟ طيب ايه اللي انا محتاجه في النتورك؟ محتاج الـ IP بتاع الجهاز اللي انا هربله يبقى لازم الجهازين يكون لهم الـ IPات لازم كل جهاز يكون مع IP خلاص؟ انا هنقل ملف من الجهاز لجهاز تاني يعني انا هدخل دو جهاز تاني واعمل بيست لملفه صح؟ طب علشان تدخل دو جهازين فتدخل كده عادي ولا لازم يكون معاك يوزر مباسورد ايه لازم يكون معاك يوزر مباسورد لان الفايل ده هيطلع من جهازة يدخل دو جهاز هنا وهو بيدخل هنا لازم يدخل بصلاحية يوزر معين والسيستم عندنا ليس ما بيسمعش لأي حد ان يكون مباسورد صح؟ طب الحاجة التالتة سور الحاجة الدبعة والاخيرة احنا قلنا هاخد الملف من هنا هحطه هنا اه بصدت كده اللي انا هعمل بيست فيه هناك عند السيرفر هما دول اربعة حاجات اساسية مش اين في عربية الطريق ستربة دين جهاز والجهاز تتل ايه لما يكون الربعة مباسورد هيتم ازاي بقى اصبح تلوقتي عندي ده الجهاز التاني تمام؟ وده الجهاز الاول اللي عليه الملف ازاي بيتمي منها اللي بقى بص اسي دي بيتمي عن طريق امرين اما امر اسم مش هحنا عندنا الامر باسم سي بي صح؟ في عند امر اسمه اسسي بي يا عند امر اسمه اسسي بي اسسي بي لو اسيكيور كوبي فعندها بتكبر ما بين السيسم السيسم بلازم الكوبي ده يكون سيكيور وبعد البريق هنشرح اسسي بي بتبني السابق ان في مديون خاص بالاسسي سيكيور كوبي اولو كده اسسي بي او تمام اسمه اسمه يبقى يا ايه م اسسي بي هي م ايه ايه م ارسينك ايه فى المبين اللي تين السي بي بيينتل المقاف من المبين ما يعمل عاملية سينكرونيزيشا فلو حصل قادف النتورك في اسناء انه انه لو تتلل المقاف اصلا واحد جيجا وانه قلت كونسوليت ميجا وحصل قادف النص لازم تعيد من الاول الارسينك ابطى سبنا نسيطة بس افضل ليه انه بيعمل سينكرونيزيشا اله اداتة اللي بتتبعت فلاحصتها بيعمل سينك اله اداتة اللي بتتبعت بيعمل سينك بحيس لو حصل قادف النتورك لما تيجي يعني ايه يعني تريبيتر عاملية تانى او تعيدها تانى بياخد ثانية تقريبا او عالي من ثانية انه هو بس بيعمل سينكرونيزيشا شوف انت اداتة اللي عندك كام اداتة الاصليها كام واحد بيعمل انت عايز بتين فتنى انت عايز بتين طيب بقوله كده وبعد كده ارسن كاو اسي سي بي وبعدين الفايل بتاعي مبسط؟ وبعد كده مربع بيانات دولة شوف بها هقاسمه بسان اول حاجة بحدي باسم اليوزر بقوله كده انا عايزة انا اجل الفايل ده باليوزر اللي اسمه كازم يبقى اليوزر دي رقم واحد بعد كده بعد كده كما دي كده رقم اثنين خلاص؟ بعد كده المسار بتاعي اللي انا عايزة بيستي فيه عند السيرفر كما دي كده تلاتة خلاص؟ اول ما هدوس انتر هيسألني عن الباسورد يعني اول ما ندوسه انتر رقم له خلاص هي دي العملية عايزة تنة عايزة ان الملف ده باليوزر اللي اسمه كزا اللي موجود على السيرفر ده وحطولي في الدستي نيشان دوت بيجو لك طب استنى بعد اخلي الباسورد التعليزة ده عشان اتاكد ان انت فعلا معاك الصراحيات او معاك اثنت ان انت تتبقي العملية دي التم خلاص؟ بص عشان العملية دي التمه وتبقى بالنسبة لنا انا مشغل اتنين سيستم زي ما انتم شايفين كده بص عشان العملية دي انا بتاعلي بيوعد ولا لا بتاعلي بيستقبل لان انت بص الملفات اللي عاملين هيدخل هنا يعني انت تبقى بالضبط فاديبش بالضبط فلازم كل الحاجات دي يا خالد على دستي نيشان كلها واليوزر والباسورد وكل حاجة طيب بص كده فانا عندي دلوقتي السيستم الاساسي بتاعدي يا شباب اللي هو الاي بي بتاعه مية وعشرة ملنشطة ادل عليه الملفات بتاعتي ده اللي انا هاخد اي ملف من الملفات دي وانقله لو جيت كده في سيستم بقى تاني موجود عنده هوت لو انا جيت على السيستم ده هلاقي ان الاي بي بتاعه كان الاي بي بتاعه متيني بقى اقوله كده الاي بي بتاع الراجل ده طلع كان طلع متين عايز اتاكد ان الماشنتين شايفين بعض انا هاخد اتاكد ان الماشينة دي شايف الماشينة دي اقوله كده ابنكي على الماشينة دات عشان اتاكد ان الدنيا بتاع تشغاله اقوله يا بنكي روح لي على مية وعشين متين خلاص عشان اتاكد كده. قلت الراجل ايه بيرد علي او زي الفولي. ببعنى كده ان المشينة دي شغال. خلاص طيب جميل جدا. بص بقى كده. انا في عندي حاجة هنا على الديسكتوب. يعني الملاف مش موجود. اللي هو الاركايف اللي هو عندي مش موجود. هيزنقل الملاف اللي موجود عند المشينة التانية عند المشينة دي بس على الديسكتوب. خلاص فهروح عند المشينة اللي هناك دي كده. وادول والله او ايا كان. عايز اخد الملف اللي اسمه او اي فايل. اي فايل يريحك مش هتفرد. تمام? عايز اوديهم على الراجل يعني بصلاحات الراجل اللي اسمه روت. وروت ده موجود على المكان اللي هي مئة امين وتسعين مئة امين وستين مئة اربعة وعشرين الميتين. وعايز ابيست الكلام ده كولون تحت الديريكتر اللي اسمه روت. هلاقي فيه ديريكتر تحت روت اسمه ديسكتوب. حطه اللي على ديسكتوب بتاع الروت. لو في الباص. لو جينا صغرنا كده عشان يبادينا اكتر. يبقى هنا ادي ارسنك حددتلو الفايل عندي. حددتلو اليوزر عند مشينة معينة. وحددتلو عند نفس المشينة برضو ليه لو يدي بتاعها ديت. اه بتاع روت هناك. مش عندي انا. لما اجي اقول له انتك كده هيقول لي طيب والله استنى عشان يتم ما بين الاثنين دولت لازم توافق ان العملية دي بتتم. عشان سيكيوريتي. يقول لك انت موافق وانشرحها الموافقة ديت بتاعت ايه? خلاص هقول له اه موافق. تمام? قال لي طيب مفيش مشكلة يا باشا. خلاص انا السيستم اللي هناك انا ضيفته عندي. خلاص فبقى نوند بالنسبة ناقص لك بس تديني الباسورد بتاعت الروت اللي على المشينة دي. خلاص? هقول له الباسورد اللي هناك. انتر هو كده بياني. خلاص النقل تمام? لو جيت اروح كده عند المشينة اللي هناك. خلاص كده شمال. طبعا ممكن في حاجة جميلة جدا. ممكن استخدم نفس الامر هوت. بس اقول له كده هيخد لي الفايل اللي اسمه. فيه جميل جدا جدا انا شباب اسمه داش داش بروبرس. اه داش داش بروبرس عشان نشوف السرعة اديه في النتورك. يعني بينه بسرعة اديه. اتغانسفير بتاعها بسرعة اديه. اه. هقول له انتر طبعا طالب الباسورد بتاعت الروت هدخله الباسورد تاني. هاي بيظهر بقى اللي هو اللي اه. اه زي فيربوس كده اه. بس بس بيجيب لي بنظام اللي هو ايه بنظام اللي هو بيقول لي هنا بقى سرعة النتورك بتاعها كانت تقريبا خمسشار ميجا وخلاص الراجل ده تام واتنين لتقريبا في سنة. نقول انتم لعظيم كان جابل اللي هو البروجلس قدام. خلاص? احنا ممكن نضغط ملف بقى تاني. يعني مسلا ممكن نقول له كده ايطار. داش سي في اف. هنسميه ارقايف بس ارقايف اتنين. ونحط فيه ايتي سي. ونحط فيه البوت. ونحط فيه الروت. دوت في الحاجات دي كلها. هيكون ملف كبير شوي. كفاية. 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 كفاية يا سي. تمام زي الفولد. لو جيت تقول له كده لس داش للراجل اللي اسمه ارقايف اتنين. هايقل مساحته كام? متين اتنين وسبعين موات. مساحة كبيرة شوي. خلاص? اه اراح اتأكد ان هو مش موجود هناك الاول. اللي موجود هناك الارقايف اتنين بس. والبي زد اللي هما الاتنين بس اللي اتنقلو. نيجي ننقل دوت نفس الكماند هو هو. بس هزود هنا بس اللي هو ايه? اسمه اللي هو ارقايف دي اتنين. خلاص? عشان هو اسمه ارقايف دي اتنين. هقوله كده انتر. هتدوله الباسورد. هنا بقى ايه? زي انزم. ده البروجرس اللي مواصد عليه. اللي هو بقول انت وصلت على ديه في المية. عشان ده اللي هو الارسنك. هم? هي هي با استخدمت الاسي سي بي. البروتوكول بتاعناه لده اللي هو الاسي سي بي? لا. البروتوكول بتاعناه اللي هو الاسي سي اتش. اه. وهنتكلم بقى بعد البريك عن الاسي سي اتش. خلاص? الراجل بقى زي ما انتم شايفون كده خلص يا شباب. وقال لي متواصل مش هو الاسي سي اتش في العام هو سيكيورتينت. اه الو سيكيورتينت اه. بس ده في اوبشن زي لانه في ممكن ديه اللي يعني. بالزبط كده. اللي هو اوبشن انا انقل يوزنج البروتوكول ده. عشان السيكيورتين. عشان يديني مفتاح التشفير للحاجة بالزبط كده اه. وده فعلا هنشرحه بقى بعد البريك. هنفهم اصلا يعني ايه انكريبشن ويعني ايه الميكانيزم اللي بيستخدم. واصلا الانكريبشن بيتم ازاي. حاجات يعني ان شاء الله. بالنسبة كبيرة فيه جزء منكم مسلا هتبقى مع المطقة اول مرة يسمعها خاص كده يا شباب. ده كده بالنسبة 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 ان انا ازاي نعمل بالنسبة لازاي ان انا اترانسفير الفايلز ما بين السيستمز وبعضها. حد عنده اي مشكلة. حد عند اي مشكلة. بدء من السيشن دي. انا محتاج كل واحد بقى في البيت يكون عنده ماشينتين. كل واحد يكون في البيت عنده ماشينتين. والتنين النتورك بتاعتهم متزبطين. عشان لاتنا يكلموا بعض. احنا بدأنا اول اول حاجة اللي هي جهازين يكلموا بعض. ان نبنق الملفات للجهاز للجهاز تاني. بعد السيشن مباشرة هناخد ازاي نخلي جهاز يكلم جهاز تاني. بس ازاي ان انا اقلوب بقى اللي هو ازاي ان انا اعمل ريموت دوستكتوب. خلاص هنستوب ونرجع ان شاء الله بعد السيشن.